مشاهدين من صور جنوب لبنان موفدة الحدث كريستيان بيسري أهلا بك معنا كريستيان بالنسبة لتجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان كيف يبدو الوضع هناك من ناحية عسكرية وأيضا إذا كانت هناك تطورات على الصعيد السياسي الداخلي اللبناني أبدأ معك بهذه التطورات أو المساعي الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى من أجل وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وتنص على وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما هذه المساعي لا تزال مستمرة ولكن لا تنعكس هدوءا في الميدان إذ تستمر الغارات وبنفس الوتيرة خصوصا منذ ليل الأمس تسارعت واترتها وتركزت في البقاع والجنوب ومستمرة تحديدا في صور في محيط مدينة صور في القرى والبلدات التي نقف تطل عليها الآن تحديدا اليوم الساعة الثامنة صباحا كان هناك غارة على البازورية البازورية من هذه الجهة يقال بأن هناك استهدفت مخازن للأسلحة لحزب الله لأنه بالأمس تمت غارتها ثلاث مرات واليوم تجددت الغارات عليها أيضا وكذلك على طير حرفة وطير دبة وأيضا مناطق أخرى بمحيط مدينة صور على ما يبدو الغارات الأعنف اليوم هي في البقاع وتحديدا في بعلبك مساء حيث سقط عشرات المدنيين هنا في صور بالغارات الأخيرة لم يسجل حتى الآن سقوط مدنيين أو على الأقل لم يعلن حتى الآن عن ذلك كان هناك فقط سقوط لاثني عشر جريحا بالأمس عندما كانوا يحاولون رفع الأنقاد إسرى غارة إسرائيلية أخرى كانوا من الدفاع المدني والكشافة ولكن حتى الآن لم نفد عن سقوط مدنيين في هذه الغارات الجديدة الكل يعول على نجاح هذه المساعي الدبلوماسية تفاديا لعملية برية لأن الوضع غير مهيئ لاستقبال الأعداد الهائلة من النازحين التي يمكن أن تنتج عن عملية مماثلة نذكر بأن الذين نزحوا من مناطق الجنوب نزحوا باتجاه الضحية الجنوبية ليس هناك من سعة استيعابية لهذه الأعداد الهائلة حتى أن المستشفيات أعلنت خطة طوارئ اليوم وزير الصحة سيعلن في مؤتمر صحفي عن خطة طوارئ للكادر الطبي من ممرضات وأطباء من أجل مواكبة الحالات المتصاعدة من الجرحة والقتلة سيكون هناك آلية معينة لتقديم طلبات الممرضات من أجل الالتحاق بهذه المهمة الطارئة من حيث أعداد النازحين فقط في اليومين الماضيين نزح حوالي 3500 شخص هنا في صور نزحوا من القرى والبلدات المحيطة بالمدينة إلى مركز المدينة حيث استحدث 12 مركزاً إن كان في البلديات أو حتى والأكثر المراكز التي استحدثت هي في المدارس حيث تؤمن المستلزمات الأساسية ولكن كان هناك بعض النازحين الذين تحدثوا عن أنهم لا يمكنهم الوصول إلى الصيدليات من أجل الدواء هذه المراكز تؤمن الحاجات الأساسية من وجبة غذائية في اليوم من البطانيات من الفرش ولكن لا يمكنها تأمين الأدوية بحالات خاصة لبعض المرضى فكان هناك حديث للنازحين عن صعوبة الوصول إلى الدواء وحتى صعوبة التنقل ليس فقط بسبب الغارات وإنما أيضاً بسبب عدم وجود الوقود في محطات البنزين نعم، كريستيان هل هناك معلومات عن وصول بعثات إنسانية لتقديم المساعدة لهؤلاء النازحين على الأقل لتوفير الأساسيات لهم؟ لا معلومات عن وصول بعثات من الخارج هنا أشير بأن شركات الطيران تقريباً كلها أوقفت رحلاتها إلى لبنان باستثناء طيران الشرق الأوسط عندما سألنا بالأمس مدير وحدة الطوارئ هنا عن تمويل هذه المساعدات قال بأنهم يتواصلون مع منظمات دولية من دون أن يحدد من هي هذه المنظمات قال بأن هذه المنظمات ترسل لهم ما في مستودعاتها في لبنان ولكن هذا غير كاف لأنه فيما لو تطورت هذه الحرب هناك خشية فعلاً من تطورها إلى حرب برية مع بعض التهديدات الإسرائيلية يقول بأنه لا خطة باء من أجل مساعدات من جهات أخرى يعني متى ما نفذت المساعدات في المستودعات الموجودة في لبنان لا يعلمون ما الذي سيحل بهم وكان هناك طبعاً مناشدات إلى المنظمات الأممية من أجل مساعدتهم وتأمين الحد الأدنى من المستلزمات اليومية للنازحين نعم أشكرك على كل هذه الإضاحات حتى هذه اللحظة وبالطبع سنعود إليك حين ورود أي معلومات جديدة أو تطورات ميدانية من صور جنوب لبنان مفدت الحدث كريستيان بيسري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر